أوريفلين مصر ازايكو بنرحب بيكو جامد جدا في اجتماع الربع سنوي تاني ده عند وقت نتكلم عن الربع الاولاني من السنة ونتكلم عن المستقبل بتاعنا انا اسمي بدر عزيز انا مدير عام أوريفلين مصر ودايما دايما بنحب ونتبسط لما انتوا تكونوا موجودين معنا دلوقتي طب ما زي ما انتوا عارفين ظروف اللي احنا فيه عن طريق الانلاين واول حاجة بليز خدوا بالكم نفسكم وان شاء الله تكونوا انتوا بصحة وخير وسلامة انتوا وعيدتكم عشان طبعا ده اهم حاجة عندنا لحد ما ان شاء الله نعرف نتجمع مع بعض عشان انتوا من جوه قلبنا وحشتونا طبعا أوريفلين كانت من اكتر من سنة مختلفة خالص كنا بنعمل البنتات بتاعتنا بنتقابل مع بعض بنرقص مع بعض زي ما انتوا شايفين في الصور فده المتالي اثر علينا جامد جدا ومقصر علينا لسه وان شاء الله ان شاء الله كل حاجة هتعدي على خير انتوا وعشتونا دلوقتي بتكلم الكاميرا بدن ما شوفكم قدامي بتتحكولي بيكون في كلام بيننا وبين بعض فده من اكتر حاجات اللي فعلا فعلا وعشتنا وان شاء الله احنا متفاعلين لحنا قريب 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 كلنا ندعي كده اقول يا رب نعرف نتجمع ونتقابل كمان ان شاء الله دلوقتي انا في الميتنج دايما بحب اخد باور وانجي من الناس انتوا بتدوني تحكولي احنا بيكون في بنا انتراكش زي ما نقولت بس دلوقتي بليز ابعتوا لي شوية لايكات ابعتوا لي شوية قلوب خلوني احس بيكو عشان ممكن عن طريق الانلاين احس اللي انتم معي وموجودين معنا في الميتنج وعندوكم باور متحمسين فبليز بليز بليز ابعتوا لنا شوية حركات كده عشان ايه نعرف اللي احنا فعلا فعلا وليفليميين وايلا واحدة مع بعض النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير قوي اول حاجة وهم حاجة هنعملها اللي احنا ان شاء الله هنكرم كل الناس الشطرة اللي كانت عاملة القاب جديدة ومستوات جديدة في شهر واحد اتنين وتلاتة في الف الف مبلوك ليكم من دلوقتي وعايزكم تحتفلوا لما انيج النادي اسموكو لما تشوفوا صورتكم ان شاء الله اولي فليم انتم بتعملوا مجهود كبير جدا بالذات في الظروف اللي احنا موجودين فيها مش دايما كل حاجة بتكون سهلة وانتم عاملين انجازات كبيرة جدا 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 عشان خلينا صورة مع بعض الحياة مسهلة دلوقتي الدنيا مسهلة واحنا دايما دايما عايزين الاحسن وانتم كنتم من الناس الشطرة بزيادة اللي انتم معانا في الميتينج النهاردة مش اي حد يحضر احنا حوالي تلتمائة واحد متاهل الميتينج النهاردة وانتم من الناس الشطرة فلما ييجي حد وانشجع بعض كمان لما ييجي حد ينادي يتنادي اسمه حتى لو انتم مش عارفينه بعتوله زي ما انتم بعتولي قلوب ولايكات اعمل نفس حاجة عماس دي عايزين نشجع بعض احنا السقفة وحاشتنا المزيكة وحاشتنا وده فعلا لحظة التكريم من اكتر حاجة وحاشتنا كمان فان شاء الله نكررمكم دلوقتي اونلاين وتبسطوا وكونوا فخورين واحتفلوا وارقصوا وعملوا كل حاجة اللي انتم عايزينه لحد ايه ما نعرف نكررمكم لايف كمان ان شاء الله الشهر ده شهر كوي جدا 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 احنا دلوقتي تريبا وصلنا نص الشهر انا عجبني الباور عجبني النتائج اللي احنا عملينا عايزكوا تستفادوا بكل حاجة موجودة الشهر ده عندنا الكتالوج كوي جدا تعرفين بينامج عضو الرائي عندنا الويلكم بروغرام اول مرة تاخد ادية في نفس الشهر عندنا برامج كور تيم كمبيتيشن بتاع دبي ان شاء الله انتم ممكن تستفادوا معنا جولد كومبيس دبي عندنا اول حاجة نعملها برنامج الدابل سبيد للألقاب القديمة كل ده هنتكلم عليه اكتر واكتر وفي تفاصيل اكتر واكتر عشان نديكم الزقة اللي انتم محتاجينها عشان نعرف نعمل ده في الآخر الشهر لحد آخر الشهر مع بعض ان شاء الله انا عايزكوا تزقوا لو فيه وقت معين اللي انا قادر استثمر فيه وقتي وقادر استثمر فيه الطاقتي هو ده شهر الجميل في اولفليم اللي انا كل شهر بيبتدي كلنا بيبتدي بنفس الطريقة كلنا بيبتدي من جديد احاكنا بنتولد من جديد فلسه عندنا الفرصة اللي احنا نقدر نعمل كل حاجة فدلوقت جينا فاضل اكتر من نص الشهر عايزكوا تزقوا 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 لو فيه شهر معين اللي انا استثمر فيه وقت طاقتي هو ده شهر اه اللي اولفليم كوية بكل الحاجات اللي احنا عملناها انا دلوقتي يبالي خمس سنين مدير عام اولفليم مصر عمري ما شفت حملة زي دي عشان احنا وثقين فيكوا عشان اولفليم برا وثقين فينا احنا ونقدر نعمل حاجات كوية ما بعض فزقوا زقوا 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 بس قبل ما زق لازم اسأل نفسي انا زق ليه لازم اعرف ايه اللي بيحفزني عشان لازم عشان يكون فيه سبب ويكون فيه هدف للتزقر وزقوا اوليux ل spatial وبرجين مش سهله وبرجين بتاخد وقت كتير جدا we ble ble mit GOD الناس اللي حواليا مش دايما عايزين يقروا معايا زي ماكوا عارفين من نفس الناس اللي حواليا مش دايما عندهم التموح اللي عندي من الناس اللي حواليا يكون عندهم ظروف ميلوموا ظروف من وißt ethanol ايضا أنا لازم أكون عارف إيه اللي بيحفزني ده اللي حركني لقدام لو أنا عارف كويس جداً إيه اللي بيحفزني فاكتبوا هنا كمان على التشات اكتبوا إيه اللي بيحفزك وليه بتشتغلوا في أوريفليم ليه بتضحوا بحاجات كتيرة عشان بتشتغلوا في أوريفليم اكتبوها وممكن ناخد أفكار من بعض تشجعوا الناس اللي حواليكم وعندي نصيحة برضو لازم تكتبوها دلوقتي اكتبوا دلوقتي وإنتوا عاديين إيه اللي بيحفزك عشان ده لما تجوا يكون حر شوية لما تجوا يكون برد شوية لما الدنيا تكون بتضلم ساعات لما حيث لا عنديش الباور اللي أنا عندي بصوا على الورقة دي عشان لما تفتكروا إيه اللي بيحفزك كل حاجة بتغيير بيكون في سبب اللي أنتوا بتعملوا حاجة معنا بيكون في هدف من حاجة معنا أنتوا بتعملوها فدي أنا شايف دي من أهم النقط اللي لازم عاملها لازم أكون عارف كويس جداً إيه اللي بيحفزني لأنه لما أصعى الصبح كل يوم أحط الإبتسام على وجهي أبدأ أشتغل وأكون عندي الهدف من جواي عشان ده اللي بيحدد كل حاجة عشان إحنا كلنا عندنا أحلام مختلفة كلنا عايزين حاجات مختلفة بس أنا مقتنع بحاجة اللي إحنا عايزين حاجة معانا كلنا في حياتنا اللي إحنا نكون نجحين واللي إحنا نكون مبسطين عارفين الراحل من جوا دي الإنبساط ده ده اللي إحنا كلنا بندور عليه القلبي بيدق إزاي؟ إزاي يكون ناجح؟ إزاي يكون ناجح مع نفسي؟ إزاي يكون ناجح قدام ولادي؟ قدام مراتي؟ قدام جوزي؟ قدام بابايا مامتي؟ الناس اللي حوليها أصحابي؟ وأهم حاجة قدام نفسي كمان ده اللي إحنا بندور عليه لأنا بحس يأس الحياة لذيذة وخدوا بالكم ما تنسوش أنتم مش بتعملوا هوريفليم عشان بنامج معين أو حاجة معينة الناس عم ده الحرية بس أنا عايتكو تعملوا هوريفليم عشان ولادكو عشان نفسوكو وعشان عائلتكو كمان لو ده الحافز بتاعكو الرؤية بتاعتكو بتتغير تماما ولو دي سدوني لو إنتوا ركزتوا في ده مفيش حاجة اسمها شهر صعب مفيش حاجة اسمها الظروف عشان أنتم عندكم هدف أكبر من اللي إحنا موجودين فيه في الحياة كمان عشان حياة مش سهلة الحياة بتحصل وإحنا مش عارفين أي حاجة إيه اللي ممكن يحصل ساعات ممكن الكهرباء وإحنا في ميتنج حصلت عندنا كتير ممكن يكون فيه الناس وعدوني بحاجة معانا بس ما يكونوش قد الكلمة ساعات ربنا يبعط لنا التحديات في الحياة بس أنا لازم أكون مكتنع بحاجة وأنا كبدر بدراً عارف لأنا مكتنع بحاجة زي كده اللي فيه حاجتين بس في حياتي ممكن أتحكم فيها ولا حاجة تانية إلا حاجتين بس اللي أنا أقدر أتحكم فيها حاجات بتحصل حاجاتها تحصل بس أنا أتحكم في حاجتين إيه هما؟ أول حاجة الأسلوب بتاعي دي مهمة جداً 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 عشان أنا بيكون أنا كشخصية عامل إزاي الأتتوت بتاعي عامل إزاي لو أنا إنسان إيجابي ولا لا لو أنا بكون راضي على التحديات اللي ممكن تجد لو أنا راضي على حياتي ولا لا فالأسلوب بتاعي أول حاجة تانية حاجة الأكشن اللي أنا أقدر أخذه إيه الرد فعلي ممكن يكون أعمل إزاي هستسلم هقول لا أخراس نصيبي حظي أنا حظي وحش العالم كله ضدني أو أقول أوكي؟ في تحدي عاصل الوقت بس أنا مستعد لأتحرك له قدامي مصدقوني لو أنتم ركّستوا على ده هي دي قريبين أنتم مري بها حاجات كتيرة أنتم مش عرفينها من ناحة الحملة هل شكلتها عامل إزاي توفير منتجات عامل إزاي ظروف البلد عامل إزاي كورونا عامل إزاي كل ده ممكن يكون عامل إزاي دايماً في حاجات تكون من بره بره سيطارت إيديكم بس الناس اللي بتنجح انا مقتنع بدا اللي هي اسلوبة دايمن كويس نو متر وات مش فارق اللي بيحصل دايمن اسلوبة كويس ودايمن بتاخد الاكشن اللي هي تتقدم لقدام باخد خطوة لقدام مهما ظروف شكلها اعمل ازاي عشان لازم تكونوا عارفين حاجة احنا وانتو في نفس الملكة احنا عايزين نفس الحاجة احنا عايزين نفس الاتجاه اللي احنا عايزين نروح فيه احنا عندنا نفس الهدف مع بعض النجاح بتاعكو نجاح الشركة انا شايف دي من اجمل حاجات اللي موجودة فورفليم اللي احنا فعلا حاسين بيكو كشركة كمان ويس ممكن دلوقتي مش دايمن قلطف حاجة ومش احسن حاجة لكل الناس فيه تحديات واحنا كمان حاسين بدا عشان كده احنا قلنا يلا نزق الناس اللي محتاجة زقه زي ما احنا عملنا الشهر ده بس لازم تكونوا عارفين اللي احنا في نفس المركبة انا بقول في كل الميتينجز الناس اللي بتحضر معي زومز واجتماعات واجتماعات اللي احنا 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 فاكرين في السافة اللي هنكون همنا نام بأس ماذا؟ انا عايزين نكون رقم واحد وأنا عايزكم أنتم تكون رقم واحد أنا عارف اللي كلكم معظم من الناس الموجودة إليون التموحة لها تكون أحسن والرقم واحد اللي أنا مش ببص الجنبي أو الفوقية أو اللي تحت يعني أنا بنفس نفسي أنا كل يوم وصعف في المرياح أقول له زياج ما يكون الرقم واحد أحسن زياج ما ما أنا ممكن تعمله أكثر وهذا الهدف بتاعنا مع بعض لما أقول فليم تكون رقم واحد احنا بنكون رقم واحد انتو بتكون رقم واحد ونريد ان نكون رقم واحد مع بعض ما انا شايف ده ايه الهدف بتاعنا مع بعض ازاي دايما 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 اقدر اكون احسن وانت شايفين الصورة ورادي لما اكون في الكمة بتاعتي واقف وصلت الاحسن حاجة ممكن اعمله وبرفع ايدي الفوق وبحس بالنجاح ده احلى احساس في العالم لما بكون بعمل عندي هدف معين نفسي اعمل حاجة معينة احساس داخل القلب ده يعني ما يفعش واحد ينصفه الجزء المهمه من اوريفليم التكليمات عشان ده احساس نجاح والجميل في اوريفليم ثاني اللي انتو بننجاحه مع التем ب sympathy ما يفعش اعمل اتناشر في 100 الواحد الاييفار الواحدuring الواحد لا يفعش اعمل اتشاؤر Act-Safari Director الواحد لا يفعش اعمل دايما داراة الواحد دايما انتو كwei 2022 بتعمله كده مع بعض واحنا نفس الحقيقة كمان الآن النجاح بتاعكم نجاح الشركة بتاعكم ونقرمكم، نحن من قلبنا نكون مبسيطين لأننا نعرف المجهود أنتم تعملوه وإجروا وراء هذا الأحساس كيف أكون ناجح افتكروا كده أنا أعرف كلنا أنتم موجودين لكي أعملتم حقيقة جديدة أعملتم مستوى جديد فأنتم قد ناجحون افتكروا هذه اللحظة عندما شاهدتم مانجر على الموبايل مدير 12% مدير 15% الأول مرة 18% أول مرة كنتم دايركتور أول مرة كنتم دايركتور أول مرة كنتم دايركتور أول مرة كنتم دايركتور افتكروا هذه اللحظة وهذا ما يحرقنا وهذا ما يمكننا أن نجري وراه في حياتنا كمان لذلك الآن كما ترون ورايا الأطفال مننا مستوى جديد اللي نحن نقصب مع بعض ووريفليم شركة مختلفة نكسب بعض ننجح مع بعض لذلك فعلا فعلا نريد أن نصل للرقم واحد مع بعض إن شاء الله وده كل الأطفال هايجي تكلم بعضية هكون بالكلمة دا إزاي إحنا ممكن ننجح مع بعض إلا إحنا كشركة محتاجين نعمله وإنتوا كقادة محتاجين تعملوها عشان دا النجاح مع بعض دا اللي ممكن يوصلنا لأحلى حاجة إن شاء الله وعندنا تكريمات كتير النهاردة وفي تكريم جديد بنعمله وعايزكم تركزوا في جداً عشان في حد شاطر هنكرمه دلوقتي أسرع قائد عمل نمو في الربع السنة الأولاني إحنا دا من نكرم على السنة كلها شوف مين أفضل واحد تزود عدد مجامية في الربع السنة الأولاني وهو شهر واحد اثنين وثلاثة فتحية كبيرة وعايزكم تسقفوا وفعلا من قلبكم نبعط لها القلوب واللايكات إنجي فتحي ألف ألف مبروك لك يا إنجي فعلا آخر كام شهر شوفنا نمو لزيز جداً بنحقيقي جامد جداً كلها من أورفليم مصر وخلوكم معنا شوية وهتشوفوا إنجي هتكلمكم كمان شوية على كسة نجاحها ورحلتها مع أورفليم وإزاي هي هتعرفت توصل لدعا شكراً أنتم موجودين معنا هتكامل الميتينج مع بعض وينينج توجد افتكروا كلمة دي اللي احنا إزاي ممكن نكسب مع بعض وفي حد تاني برضو فخور بأورفليم مصر وعايز أسلم عليكم ويوجد لكم كلمة ويكلمكم على وينينج توجد وإلا هو شايفه في النجاح بتاع أورفليم مصر حيوا معي مديري ومدير أفريكيا وتركيا مستر يوان لورسون والفيديو ده هلو أورفليم capazي أرى أنكم هاون أنتم ستعادت وأنكم ستحرفين أعلم أنتم قدر بفرل الميتين إلى أنتم معاقات كما قامتعا فتعلت على سراته ومرأوم لا هيا ومن أنتم معاوط في عدة مرة So I would like to say big congratulations, you have done a fantastic job and you should be very proud of yourself. Winning together, well I think it is a fantastic theme because actually when it comes to together and winning together, this is very much horrifying. We are working together, the company, the leaders, we have our TSP values, togetherness, spirit and passion and we are really working together as a theme. And of course we would like to be winning as well. And I want to say to you that Oriflame has never been stronger. Oriflame Egypt, you are strong, I know you have great plans for the future. So I know that now you have a new title during the first quarter but I know that you will have many more titles to come. I am 100% sure that Oriflame Egypt will be a future star and I know that many of you will have many new titles for the future. I hope to see you in Dubai at the Gold Conference in your nice dresses or a nice suit, with a check, being recognized because you deserve it. So once again, congratulations, you are doing a fantastic job. Keep up the great job and I hope to see you not only in Dubai but I hope to see you soon. Thank you very much. Bye bye. K's. K's.